مشاهد اطلاق النار هذه في الاردن وسيلة للتعبير عن الفرح في المناسبات لكنها في بعض الاحيان تختصر البهجة وتحولها الى مأتم بسبب الرصاصات الطائشة التي تزهق ارواحا بريئة هذه الظاهرة اثارت جدلا وصلت اصداؤه الى مراكز صنع القرار حيث اعرب العاهل الاردني عن استيائه من الظاهرة واكد ان الجميع دون استثناء تحت طائلة القانون ومن يومه طالع ما فيه واسطات ابن فلان او واحد اللي بفكر عنده منصر رح ناخد الاجراءات يعني لا سمح الله ابني بيطلع بيه احتفاله بيرمي بطلب من الاجهز الامنية ياخده نفس الاجراءات عليه انا شفت الفيديو قبل يومين على الزلم اللي يطاخ الولد حرام مديرية الامن العام بدأت باجراءات وصفت بالحازمة لمواجهة مطلق الاعيرة النارية ابتداء بالحبس للمخالفين ومنع جميع مظاهر التسلح في المجتمع الاردني وصولا الى شن حملات اعتقال لحاملي السلاح من المدنيين قال قبض وضبط كل شخص يتعامل بالسلاح سواء بالاتجار او بالحيازة بشكل غير قانوني او من خلال اطلاقها في المناسبات والافراح لغاية هذا اليوم للأسف في عنا وفاتين وحوالي 25 اصابة وجهاء العشائر الاردنية من جانبهم اطلقوا مبادرة لا تقتلني بفرحتك والتي تضمنت توقيع وثيقة شرف تنص على عدم اطلاق العيارات النارية في الاعراس والمناسبات ومقاطعة المخالفين لبنود الوثيقة وعدم اجراء اي وساطة من شأنها عرقلة سير القضاء كل الشيوخ والناس هذه عندها قدرة ان توقف الاشياء هذا بالانفصال عن الشغلات هذه وحاربت الاشياء هذه اي اطلاق عيارات نارية بعرس او فرح يعتبر قاتل عم ويطبق عليه قانون انه قاتل عم ناشطون اردنيون على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اطلقوا حملة تحرم اطلاق النار في الافراح وجهت لفئة الشباب من اجل توعيتهم بمخاطر تنامي الظاهرة وانتشار السلاح وما سموه عدم المشاركة في ازهاق ارواح الابرياء وثيقة عشائرية جديدة وقوانين تهدف لوقف اطلاق الاعيرة النارية في الاعراس والمناسبات بعد ان ارتفعت اعداد الضحايا وتحولت الافراح لاحزان حيدر العبدالي الحرة عمان مشاهد اطلاق النار هذه في الاردن وسيلة للتعبير عن الفرح في المناسبات لكنها في بعض الاحيان تختصر البهجة وتحولها الى مأتم بسبب الرصاصات الطائشة التي تزهق ارواحا بريئة هذه الظاهرة اثارت جدلا وصلت اصداؤه الى مراكز صنع القرار حيث اعرب العاهل الاردني عن استيائه من الظاهرة واكد ان الجميع دون استثناء تحت طائلة القانون ومن يوم الطالع ما فيه واسطات ابن فلان او واحد اللي بفكر عنده منصب رح ناخد الاجراءات يعني لا سمح الله ابني بيطلع بيه احتفاله بيرمي بطلب من الاجرز الامنية ياخده نفس الاجراءات عليه انا شفت الفيديو قبل يومين على الزلم اللي يطاخ الولد حرام مديرية الامن العام بدأت باجراءات وصفت بالحازمة لمواجهة مطلق الاعيرة النارية ابتداء بالحبس للمخالفين ومنع جميع مظاهر التسلح في المجتمع الاردني وصولا الى شن حملات اعتقال لحاملي السلاح من المدنيين قال قبض وضبط كل شخص يتعامل بالسلاح سواء بالاتجار او بالحياز بشكل غير قانوني او من خلال اطلاقها في المناسبات والافراح لغاية هذا اليوم للأسف فينا وفاتين وحوالي 25 اصابة وجهاء العشائر الاردنية من جانبهم اطلقوا مبادرة لا تقتلني بفرحتك والتي تضمنت توقيع وثيقة شرف تنص على عدم اطلاق العيارات النارية في الاعراس والمناسبات ومقاطعة المخالفين لبنود الوثيقة وعدم اجراء اي وساطة من شأنها عرقلة سير القضاء كلها الشيوخ والناس هذه عندها قدرة ان توقف الاشي هذا بالانفصال عنها الشغلات هذه وحاربت الاشياء هذه اي اطلاق عيارات نارية بعرس او فرح يعتبر قاتل عمد ويطبق عليه قانون انه قاتل عمد ناشطون اردنيون على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اطلقوا حملة تحرم اطلاق النار في الافراح وجهت لفئة الشباب من اجل توعيتهم بمخاطر تنامي الظاهرة وانتشار السلاح وما سموه عدم المشاركة في ازهاق ارواح الابرياء وثيقة عشائرية جديدة وقوانين تهدف لوقف اطلاق الاعيرة النارية في الاعراس والمناسبات بعد ان ارتفعت اعداد الضحايا وتحولت الافراح لاحزان حيدر العبدالي الحرة عمان